ويندم لنا من لندن المحرر الاقتصادي أنور القاسم سيد أنور لعلك سمعت ضيفنا قبل قليل الذي قال أنه يستبعد نظرية المؤامرة ولكن بعض المراقبين يقولون أن هناك لوبيات تصنع ربما هذه الأمراض وتدخمها إعلاميا كما حدث إن كان مع جنون البقر إن كان أيضا مع انفرواز الخنازير والطيور وسارس وغيرها هل كورونا لا يبتعد كثيرا عن ذلك؟ نعم تماما حقيقة أولا يجب أن نعترب بأن الدعاية أو تضخيم هذا المرض يكلف الاقتصاد الدولي أكبر نسبة في تاريخ الأمراض حتى الآن لم يحدث في التاريخ تحدث خسائر خاصة مادية وليست بشرية بقدر ما جلب هذا المرض حتى هذه اللحظة تتهيب معظم الشركات الكبرى عن إعلان الخسائر هناك من يتحدث عن أن خمسمائة مليار مسحت حتى الآن لكن الشركات والدول حتى الآن لا تنشر أرقاما حقيقية السياحة انشلت بشكل كامل في دول العالم كلها الصين تعتبر من أكبر الدول المصدرة للسياح في العالم أيضا مثلا إذا نظرنا لأسعار النفط الدول المنتجة للنفط 20% خفضت أسعار النفط في كل دول العالم هذه خسائر كبيرة لكن إذا نظرنا دائما يقال في الأمراض أو في الكثير من الأمور يقال دائما ابحث عن المستفيد الخاسر الأكبر الآن حقيقة هو الاقتصاد الصيني من هو المستفيد من انتشار هكذا مرض في الصين وفي العالم أيضا ولسي من الصين تعتبر الثاني أكبر اقتصاد في العالم يعني أولا الرابح الأكبر سيكون حتى الآن مثلا أوروبا تخسر بشكل كبير اليورو العملة الأوروبية نزلت بشكل كبير الرابح الأكبر حتى الآن هو الدولار الدولار الأمريكي هو الرابح الأكبر أيضا الاقتصاد الأمريكي لم يتضرر على الإطلاق حتى الآن من هذا الفيروس بينما الاقتصاد الصيني يعني يكاد حقيقة يكاد يرقد نتيجة هذا الفيروس الأوروبيون مثلا في إيطاليا الآن هناك شلل في أوروبا هناك أيضا خسائر كبيرة جدا في كل البورصات الدولية يعني إذا نظرنا مثلا إلى الخسائر في البورصات الدولية خسائر غير مسبوقة وهذا يتم بشكل يومي كلما تأجل أو تأخر البحث عن علاج لهذا الفيروس حقيقة كلما كانت الخسائر الدولية أكبر صحيح أن اليورو حتى الآن يخسر ولكن الدولار لم يخسر هناك حرب تكسير عظام بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين هل يدفعنا ذلك للقول فعلا أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقف وراء ذلك؟ وزير التجارة الأمريكية قال اليوم أن ما يحدث في الصين قد يخدم الولايات المتحدة الأمريكية أولا لا نريد أن نتبنى فكرة المؤامرة لكن حقيقة من يؤمن بهذه النظرية يرى كل شيء ينطبق عليها من النواحي الاقتصادية والسياسية وغير ذلك فمثلا الخاسر الأكبر هو الاقتصاد الثاني الاقتصاد الصيني الرئيس الأمريكي قال ثلاث مرات على الأقل أنه لن يسمح للصين التي كان من المتوقع أن تتجاوز الولايات المتحدة في عام 2030 لتصبح الدولة الأولى اقتصادية في العالم قال هو لن يسمح في ذلك أيضا الرئيس الأمريكي قال أن الولايات المتحدة محصنة جدا جدا في آخر تويتر له أيضا طمأن الشعب الأمريكي بأن هذا المرض لن يصل إلى الولايات المتحدة باعتبار أن لديها مصدات صحية كبيرة جدا الدولار الآن في أفضل حالاته بعد أن كانت الولايات المتحدة مهددة بركود ومهدد أيضا الدولار بالنخفاص شديد جدا مقابل العمولات الأخرى إذن هي فكرة النظرية أيضا الشركات أو الصناعات الصينية تخسر مقابل أرباح كبيرة للشركات الأمريكية هذا ما يتم تدوله الآن في العالم أشكرك نعم شكرا جزيلا لك من لندن المحل الاقتصادي السيد أنور القاسم شكرا